السلام عليكم ورحمة الله لمن يرغبون في الانضمام الى صفوف القوات الجوية الجزائرية نتجه الى دليل التجنيد ثم الى القوات الجوية ثم نأتي الى هنا لمن لديهم شهادة باكالوريا بمعدل اكثر من 12 او بتقدير جيد طبعا يمكنهم الانضمام الى صف الضباط ولكن في الشعب التالية اذا كنت في شعبة الرياضيات والعلوم التجريبية والتغني الرياضي ويؤخذ بعين الاعتبار النقاط المتحصل عليها في الرياضيات والفيزياء اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية طبعا هذا بالنسبة للضباط اذا كانت لديك شهادة باكالوريا بتقدير جيد هنا التكوين للضباط يكون خمس سنوات وتجد هنا المدارس والاكاديميات العسكرية التي يمكن للراغبين في الانضمام الى الضباط مختلف طبعا العمليات وكذلك الاكاديميات للقوات الجوية الجزائرية هذا بالنسبة للضباط بينما ضباط الصف المتعاقدون وهم يعني السراجن هؤلاء ضباط الصف المتعاقدون التجنيد يكون مفتوه لمن يثبتون مستوى السنة ثالثة ثانوي طبعا في الشعب كالرياضيات والعلوم التجربية والتقنية الرياضي ولكن الاولوية تكون للحاصلين على شهادة الباكالوريا لمن يرغب في الانضمام طبعا او اللي يحب يسجل في سيرجون مثلا يقول لك انا ما ندخلش ضابط حتى عندي معدل ستاش او خمستاش انا حاب ندخل سيرجون طبعا سجل في ضباط الصف المتعاقدين لمن يملك معدل عشرة في الباكالوريا او احداش او غيره يمكنهم التسجيل طبعا في ضباط الصف المتعاقدون مع ان تكوين سيرجون يعني رح يكون سنتين ونجد هنا يعني المدارس وطبعا القوات التي سيتدربون عليها بينما الجنود وهم رجال الصف المتعاقدون الجنود يتكونوا ستة اشهر بطبيعة الحال نتجه مباشرة للتسجيلات من يرغب في الانضمام الى القوات الجوية الجزائرية لديه معدل في الباكالوريا تقدير جيد يريد ان يسجل كالضابط ما عليك الا التسجيل في الخانة الاولى وهي للحاصلين على شهادة الباكالوريا او لتجنيد طلب الضباط العاملين على اساس الشهادة الجامعية اما بالنسبة لمن يرغبون او لمن لديهم ثالث ثانوي وكذلك لمن لديهم معدل باكالوريا عشرة فما فوق طبعا احدى عشر معدل اثناش 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 حتى يعني يمكنهم التسجيل في تجنيد الطلبة ضباط الصف المتعاقدين اي في الخانة الثالثة لان هناك من يملك معدل ستة عشر لكنه لا يرغب ان يكون مثلا في الضباط وانما يرغب ان يكون في الضباط الصف اي سراجن فيمكنكم التسجيل من هنا طبعا تقوم بملء كل هذه المعلومات وخاصة المعلومات حول الشهادة او المؤهل لانهم في القوات الجوية يحتاجون علوم تجربية ورياضيات ويحتاجون تقني رياضي تسيير واقتصاد يعني ليست مدرجة على ما اعتقد اداب وفلسفة غير مدرجة طبعا هذا بالنسبة للضباط حتى لمن يملكون ثالثة ثانوي يمكنك اختيار واحدة هكذا تكمل ملء هذه الخانات وتتجه الى التجنيد لفائدة طبعا القوات الجوية تبحث هنا للقوات الجوية الجزائرية تجد هنا القوات الجوية طبعا بالبوليدة قوات الجوية في المنيعة يعني تختار هكذا وتختار هنا بهذا الشكل في القوات الجوية مثلا في ولاية المنيعة أو مثلا في ولاية البليدة أو غيرها يعني بهذا الشكل ثم تكمل تسجيلك بينما لمن يرغبون في التسجيل بالنسبة للجنود الذين يملكون سنة ثالثة ثانوي فيمكنك التسجيل في رجال الصف المتعاقدين وهم الجنود طبعا عندما نقول الجنود معناه جندي كابوران كابوران شيف تقوم بملأة كل هذه المعلومات تتجه هنا إلى المعلومات حول الشهادة أو المؤهل فتختار الثالثة ثانوي وكذلك ثانية ثانوي توجد رابع متوسط لكن أعتقد أنها غير مدرجة يعني المتوسط في القوات الجوية ولكن يمكنك التسجيل يعني سجل وأنت لن تخسر أي شيء إذا كنت تملك ثالثة ثانوي فالآداب جدع مشترك آداب غير موجودة موجودة مثلا تقني رياضي وكذلك علوم تجريبية موجودة لغات أجنبية موجودة رياضيات تقوم بالضغط على يعني المستوى الذي تحصلت عليه وكذلك الشعب التي أنت فيها تتجه هنا للتجنيد لفائدة القوات الجوية ابحث عنها هنا تبحث هنا عن القوات الجوية وتقوم بإدراجها تجد هنا القوات الجوية بالمناعة في ولاية غردية فتقوم بالضغط عليها ثم تكمل تسجيلك هذا بالنسبة لكل من يرغب في الإنضمار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته